وفقا للبيانات الصادرة عن جامعة جونز هوبكنز الأمريكية حوال الوباء شهدت ولايات جورجيا وفلوريدا وتكساس زيادة واضحة للإصابة بالفيروس وهي ولايات أعلنت عن استئناف العمل والإنتاج على نطاق واسع نظرا لتحقيقها نتائج جيدة في الوقاية من الوباء والسيطرة عليه في وقت مبكر وحذر حاكم فلوريدا يوم الأربعاء من أن الحالات المؤكدة في الولاية بدأت حاليا تستهدف بشكل سريع الأشخاص الذين أعمارهم دون الثلاثين عاما ما نراه في فلوريدا هو انتشار حقيقي وسريع في الفئة العمرية بين الثمانية عشر والأربع وثلاثين عاما حيث ظهرت حالات كثيرة لم نشهدها على هذا المستوى منذ شهرين لكن أعتقد أيضا أن نتائج الاختبارات الإيجابية جاءت بمعدلات أعلى وأعلى لذا من الواضح أن هناك انتشارا واسعا للوباء لذا يجب على الناس الذين هم في تلك المناطق المعرضة للخطر وضمنت الكلفئات القيام بواجبهم للحيلول دون تعريض للآخرين لخطر الإصابة بالوباء في الرابع العشرين من الشهر الجاري اعترفت كبيرة مستشاري الرئيس الأمريكي لوسائل الإعلام لأنه بعد إلغاء القيود أزداد الوضع شدة في ولايات مختلفة لكنها ألمحت إلى أن الحكومة لن تفكر في عادة فرض القيود مجددا تم استئناف الفتحة لبعض الحناد والمطاعم الأماكن الاجتماعية لا أحد يتحدث أن يدخل في إخلاق اقتصاد آخر لكننا في وضع أفضل بكثير مما كنا فيه سابقا فيما يتعلق بالتعامل مع الوباء اشترك في القناة